بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إيه الأخبار؟ إحنا تكلمنا تقريباً في أغلب المجالات بينها وبين الدين لا تكلمنا في علم الحيوان وعلم البحار وعلم التاريخ وعلم الجغرافيا وعلم الأحياء وعلم اللغات وعلم الحساب وعلم الأمراض وعلم الفيزياء ما خلاص يا حبيبي فيه إيه؟ يا بش مهندس مش بقول يتكلمنا في إيه؟ ما هم شافوا كل ده؟ يعني أنت بتقول لهم حاجة جديدة؟ لا يا مهلا بس ده تمهيد يعني اللي جيد لسه عشان أقول وكل ده تمهيد ومال الحلقة نفسها تقعد ساعتين يعني أنا مع حضراك بتعمل حلقات بالساعة ولا أكتر من ساعة تتكلم في حاجة يا حبيبي أنا صاحب القناة أعمل لأنا عايزه لا بقى دي عنصرية بقى مولان انجز يا بابا احنا مش جايين نعيجي هنا عملت كم حلقة يلا اخلص ماشي ماشي خلاص وشماية كده كده أصلاً آخر كم حلقة وأولاً هتكلم من هنا خلاص يلا يا حبيبي بالسلام بفضل عام ينزل بالإنترو عاما خلينا نبدأ احنا قلنا ان احنا بفضل الله فعلا نتكلمنا في أغلب مجالات العلوم بينها وبين الأديان النهاردة وآخراً وليس بآخراً يا حبيبي اسمها أخيراً وليس آخراً مرد النظرية النهاردة ان شاء الله نتكلم على علم النبات بين العلم والأديان ايواً بالزبط كده بس قبل ما نتكلم عنه خلينا نفهم كده زي ما احنا متعودين نبذة سريعة كده عن كل علمه وتاريخه علم النباتات ده جيم نيم وزايه وعصر البعثة النبوية كان علم النباتات ساعتها عملت ازاي بالزبط شوف يا سيدي علم النبات هو عبارة عن علم بيبحث في زي ما بيسموها كده مملكة النبات من ناحية التركيب والوظيفة وعاوز أقول لك ان ظهور اهتمام الإنسان بالنبات ده نقدر نقول انه بدأ من أول وجود الإنسان وده لأن الإنسان يعتبر من أول وجوده وهو معتمد بشكل أساسي جداً على النبات في الطهام والشراب ما اللي يعني هيكل من إين فهو كان مهتم فعلاً بالعلم النبات بس ما كانش علم بقى بالمعنى العلمي اللي هو بتاع دلوقتي ده يعني يا دوب كده يعرف ده مثلاً هيضر لوكلته ولا لأ يتاكل ولا يتحط في الشاي كده يعني هو ما كانش على فكرة فيه شاي ساعتها بيتشرب بس دي جد عنا منه المهم كان كل ما عرفته عن النبات محدودة جداً لكن علم النبات بقى كعلم بجد لي أبحاثه كده ده بدأ مع تلميذ أورستو تلميذ أورستو اللي هو اسمه ثيوفراستوس والأخ ثيوفراستوس ده كان مشهور كده في القرن الرابع الميلادي باسمه أبو علم النباتات اللي باشا عمليه بقى يعتبر بحث في كل اللي بحث في علم النبات وجمعهم كلهم وطلع هو بحث وعلوم وهو نفسه استنتجها جمع بقى من التراث الهندي على التراث المصري على التراث اليوناني على الصين القديم قال له منتو عملتوا ايه؟ واحد اتنين تلاتة هات 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 جمع هب شين أنا اللي عملت روح انتوا بقى أنا كده جمعت كل حاجة خلاص وبدأ بقى يزود كمان من عنده ومن هنا ظهر علم النباتات كعلم حقيقي يعتبر نقدر نقول كده ان ده أول ظهور حقيقي لعلم النباتات بيطلق عليه دلوقتي اسمه علم النباتات أما في عصر العرب وفي عصر الجزيرة العربية فكان علم النبات عبارة عن خرافة وأسطورة كبيرة أو أوقا يعني كانوا عارفين طبعا كتير عن النباتات بحكم بيئتهم وبحكم اعتمادهم على النبات تقريبا بشكل أساسي في الأكل والشرب لكن في نفس الوقت برضو كانوا عندهم كمية أساطير مش طبعية عن موضوع النبات ده انه مثلا ليه دور أساسي في عرض الآلهة عنهم وده بسبب تأثرهم بخرافات العقل الوثني اللي هو يعني عبادة الأصنام وتقديم للقرابين ليهم والكلام ده باختصارا عاوز أقولك ان درائتهم بعلم النبات كعلم صفر طيب دي نبزة سريعة كده عن علم النبات في التاريخ وبداية صهوره ووظيفته ايه وكان عامل ازاي على مدارة العصر اللي فاتت نخش بقى في الموضوع وهو ذكر النباتات ومعلومات عن بعضها بين العلم والكتاب المقدس نلاقينا الكتاب المقدس في العهد الجديد في إنجيل مرقص الإصحاح الرابع العهد رقم 31 و 32 بيتكلم في حبة الخردل وبيقول ايه بيقولك ان مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البزور التي على الأرض وبيقول كمان في متة 13 يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البزور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصر شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها وبيقول في الوقت 13 يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوى الطيور السماء على أغصانها طيب يعني إيه بقى الكلام ده يعني هنا الإنجيل بيقولك إن حبة الخردل هي أصغر البزور اللي موجودة على الأرض هل بقى الكلام ده حقيقي؟ لو إحنا جينا صديق كده للعلم الحديث إحنا مش نجيب حاجة من عندنا كله بالعلم هنلاقي إن في بزور اسمها بزور الأركيد ودي أصغر من بزور الخردل هل بقى ربنا عز وجل لا يعلم إن في بزور أصغر من بزور الخردل ولا الكتاب ده مش كلام ربنا عز وجل لأصلا اختاري ده المشكلة التانية اللي في نفس النص برضو إنه بيقول يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة لكن صارت شجرة كبيرة تتآوى عليها طيور السماء والكلام ده برضو فيه مشكلة كبيرة لإن بزور الخردل لما تنبد بتعمل شجيرة آخر طول ممكن توصل لها تلاتة متر لكن هنا بيقول وصارت شجرة وده غلط وقال كبيرة ودي المشكلة بقى تغبر هتقول لي حس ما تدقاش قوي كده يعني يمكن يكون مثلا مقصود ظهور الشجرة عموما مش بالطول يعني هقول لك لا يا صديقي لإن الشجرة مثلا لما بتترجم بتبقى وده بيبقى الشكل المتصور لما بيتقال كلمة شجرة لكن الشجيرة ده بقى نبات تاني ليه شكل تاني خالص حتى اسمه لما بيترجم بيبقى شرب وده الشكل لما بيتقال كلمة شجيرة فده الشكل المتصور لما بيتقال كلمة شجيرة المشكلة الكبيرة هنا إن المفروض إن ربنا عز وجل هو المتكلم هنا يعني ورود الخطأ وحتى ولو كان خطأ بسيط ده المفروض يكون مستحيل فما تقوليش لا أصل المقصود كذا وعشان فرق الواضح بين الشجرة والشجيرة وإنها مش حاجة بسيطة هنلاقي إنه هم نفسهم اتكلموا عنها يعني مثلا واحد زي النوقد بيرنر ديشكوت لما اتكلم في الموضوع ده قال إذن يبدو بوضوح أن كلمة شجرة خطأ غلط والله حس ماشر معاك بس يعني معقول مثلا ما فيش حد دافع عن الكلام ده وطلع رد لا فيه طبعا مين قالك ما فيش هنلاقي مثلا اللهوت الإنجيلي دانيال فولر اتكلم في النص ده وقال على الرغم من أن بذور الخاردة ليست في الحقيقة الأصغر من جميع البذور إلى أن يسوع أشار إليها على هذه الصورة لأن العقل اليهودي زمن يسوع كما هو موضح في عدة فقرات من التلمود كان يعتقد أن بذور الخاردة أصغر شيء يمكن للعين ملاحظته اللي هو يا جماعة فيه انتوا عاملين مشاكل ليه آه حقيقي بذور الخاردة مش أصغر البذور ولا حكي بس المسيح عليه السلام كان بيتكلم على فكرة المسيح عليه السلام اللي هو في نظرهم هو الله مهم يعني هو بيقول كان بيتكلم إن بيكلم الناس بلغة عصره يعني باللي بيفهموه مش أكتر طيب هل يا عم دانيال كلامك ده هيشيل المشكلة لا خالص بالعكس هيزودها قول لي ليه قول لي ليه هقول لي لأن كلامك ده معناه إن الكتاب ده نافع لعصر واحد بس وثقافة عصر واحد بس مش لكل العصور ومش نافع دلوقتي وهنا أقول لك متشكري اتبع بقى اللي ينفع لكل العصر والأزمة طيب ده مثال عاوزين نوصل منه إيه عاوزين نوصل منه إن الأصفار دي مؤلفة حسب العصر وثقافة العصر اللي كانت موجودة ساعتها وده بيعني حاجتين لا خليهم ثلاثة يلا هنضح النهاردة أولا إن الخطأ موجود وده بيدل على إن مستحيل يكون كلام ربنا عز وجل ثانيا إن مؤلف الأصفار دي حد من البشر بدليل إن التأليف بيخالف العلم الحالي لاجم بيوافق نفس العصر وثقافة العصر اللي اتكتبت فيه الأصفار دي ثالثا إن حتى لو الكتب دي مؤلفة حسب العصر القديم عشان يتماشى بس مع عصرهم وعقلهم وثقافتهم لكن هو كلام ربنا بكل حاجة هقولك ده معناه إنها الكتب ما تنفعش لزماننا دلوقتي كتب كانت مؤلفة في عصر معين وانتهت خلاص طيب إيه بقى اللي ينفع الكتاب اللي ربنا عز جل قال عنه ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين للمتقين بقى في كل عصر وزمان ومكان وقال في يا أيها الناس وقال جاءكم برهانهم من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة نور كل زمان ومكان وإنسان وقال إنك مش هتقدر تعيش من غير روح وإن الكتب ده هو الروح لأن ربنا عز جل بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أما عن التوراة والإنجيل فالقرآن شاهد لنزلهم وناسخ لشرعهم ومصدق لهم في نفس الوقت ربنا عز جل قال نزل عليك الكتابة بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل طب والأنبياء عن محسن أقول لك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كل إحنا من قلوب نستشهادات وأخطاء وأطرافات والله ما هو إلا بس على شينك وعشاب مصيرك أنا ولا أي مسلم بيدلك على الحق هيستفاد إيه في الدنيا من كل ده والله ما هو إلا تبييننا للحق وتبييننا للباطل عشان تتبع الحق اللي إحنا قررنا أن إحنا نتبعه بس مش أكتر من كده لكن أنا مش هستفاد حاجة منك في الدنيا بس يا سيدي استناني بقى الحلقة الجاية إن شاء الله ما تروحش في حدة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة